ما بين قصص الفراق والخطف وعذاب العيش في المخيمات تهدر حياة الآلاف من العراقيين الذين تستمر معاناتهم بعد أن هربوا من جحيم الحرب ليقعوا بين أسوار المخيمات في كل خيمة قصة والخيام أسرار ما أن يفتح أحدهم قلبه للكاميرا حتى يظهر مدى الظلم الذي يتعرض له النازحون مع نزوح معظم سكان المناطق المستعدة من محافظة نينوى تفرقت العوائل بين المخيمات التي تحولت إلى سجون بسبب الإجراءات المتبعة التي تمنع لقاء العوائل حتى لساعات والأسلاك التي تسور المخيمات عمر يرى أهله ساعة كل شهر بعد أن فرضت عليه إدارة المخيم الإقامة الجبرية شأنه شأن أي سجين في مخيم بحركة وثث سنين أنا ما شايف أهالي يعني الساعة أمنيتي بس أقعد وي أهالي يعني حتى أهالي لما نجون هنا نطلهم وقت ساعة الزمان ساعة الزمان هاي أن ثث ساعة الزمان أقعد وي أهالي نحب نجمع شمنا يعني ويا أطفالنا ويا كنتنا هاي هم بنتنا يعني تعرف أنت يعني والله صعبة يعني أنا سأل من أشوف طفل بالقارج وهذا أذكر أولاد ابني والله العظيم يعني وأنقار ويعني حتى الذبح عندني عندي ذبحة أم عمر هي الأخرى لديها قصة لا تقل مرارة عن غيرها إذ اختطفت الميليشيات فلذتي كبدها في أثناء طريقهما من السليمانية إلى بغداد حيث تسكن هي وزوجها في مخيم النزوح ولا يعرفان مصير أبنائهم تسكن زوجة أحد الأبناء في مخيم آخر لا يستطيعان رؤيتها وأحفادها عندي أطفال وأولاد اثنين معتقلين واحد عمر تشبير وحد طالب المسؤولين بأولادي عزنا ونصف من الإشياء دخلاتهم ما عرف وينهم طالب أولادي المسؤولين بأعبادي طيناي غبر عن أولادي حصوات لم سيب السيطرات باعتم للميليشيات من جحيم الحرب إلى عذاب المخيمات تهدر حياة مئات الآلاف من العراقيين حيث يحاول كل ما يستمكن فرض سياسته في التسلط على الأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة لدفع الأذى والظلم عن أنفسهم في وقت يتساءل فيه مراقبون عن الدور الحكومي لا سيما فيما يتعلق بالوضع الإنساني والأمني حيث يروا النازحون قصصهم التي لا وجود للمسؤولين فيها سوى للتبرير عن التقصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر